موسيقى موسيقى ليس مشهدا هوليوديا بل جريمة ضد الإنسانية ترتكبها طائرات النظام وروسيا تلخص هذه المشاهد القصة كاملة عما يجري في الأحياء المحررة بمدينة حلب يحسب من يراها أن زلزالا حل بها أو بركانا انفجر وسالت حمامه الحمراء في شوارعها لكنه في حقيقة الأمر قصف ممنهج نزفت على إثره دماء واطفال ونساء وشيوخ على ذنب لم يرتكبوه نحن هون مدنيين بيركين كل واحد برزقوا كل واحد عنده حريمات شنوم تياكل معي بيعرف خبز ما في حصار ليش بشأنش عنقودي عبد ربنا ما بعيف لا صويري خرارية فينا ما بعيف شي اسمه الله خلو كل شي الله بس هون نحن نقول له إن شاء الله تصامدين له ولا حزب الله ولا روسيا ولا إيران ولكي يعمق النظام جراح نحو أربعمائة ألف مدنيين حوصروا بعد سيطرته على طريق الكاستيلو تعمد قصف المشافي بشكل منظم حيث خرجت جميع مشافي المدينة عن الخدمة وبقيت حلب دون مشافي ساهم ذلك في تحويل موتها البطئ بالحصار المطبق إلى موت سريع دون لملمة جراح أو علاج نتيجة القصف خرجت خفر مع مشافي بالإضافة إلى بنك الدم المركزي الوحيد في مدينة حلب نتيجة القصف الموجه يعني قصفة الدقاء الدقاء مشفى الزهراء تخصص الجراح والطبيل مشفى الزهراء بنك الدم بنك الدم مشفى الحكيم مشفى الحكيت مشفى البيان مشفى البيان في نظام والله أعلم نيتو حاليا إني بدي أبيتكم قتل المدنيين وتدمير بيوتهم أصبح حدثا يوميا واعتياديا لم يحرك ساكنا بضمير المجتمع الدولي الذي أصم أذنيه عن صرخات الأطفال والنساء الصادرة من تحت الركام وأعمى عينيه عن الصور المؤلمة إلا أن تلك الصور لا ترقى بقساوتها إلى بشاعة الصمت الدولي الذي يرى المحرقة التي يفتعلها النظام وحلفته روسيا بالمدنيين المحاصرين في حلب ترجمة نانسي قنقر